وجه صاحب الصمو وشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه سموه بالبدء في تشييد مسجد يحمل اسم خرفكان بمدخل المدينة من جهة وادي وشي وتم الإعلان عن ذلك في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة هذا وقد اعتمدت كل تصاميم المسجد من قبل صاحب الصمو حاكم الشارقة إذ يحتوي منارات عالية وقبة ومختلف المرافق حيث سيبدأ قريبا العمل به